احنا حين اذا بنسعر اي شي وحتى البيتكوين بناخذه بتسعيره السوق في الوقت الحالي طلب وعرض اذا قل العرض العرض بيكون ثابت وزاد الطلب كل ما يزيد الطلب خلاص واضح عندك هذي ان السعر شنو بيزيد مع الوقت وكذلك بعد احنا ممكن نسعر من ناحية سعر الكوستا والتكلفة كم تكلفة اني انا اطلع بيتكوين جديدة كم تكلفة عشان انا سوي سيكيورتي على هذي السجل احنا قلنا البوك كيبرز الماينرز عندهم تكلفة كبيرة فلازم عشان يخطون هذي التكلفة لازم تسعيره البيتكوين ترتفع عشان يخطون تكلفاتهم وكذلك اذا انا بسعر اي شي اسعره بالنسبة الى شي اخر فانا اقرب شي حق البيتكوين يكون الذهب فاشوف مثلا تسعيره الذهب في الوقت الحالي على حسب القيمة السوقية مالات الذهب في الوقت الحالي مثلا خنقول 12 تريليون والقيمة السوقية للبيتكوين 1 تريليون فانا ممكن اقارن انه بيرتفع الى هذي المستوى اذا لو كنت شوف سعر البيتكوين ممكن يصير ازيد من 100 الف ازيد من 200 الف ازيد من 250 الف وممكن انسعر بعد البيتكوين بالنسبة للاحداث اللي تصير في العالم لما شفنا مثلا في بعض الدول زاد التضخم عندها فقيمة العملة مالاتهم قلت وايد فالناس اتجهت حق شي يخزن لهم القيمة مثلا نفس البيتكوين فالناس تتجه حق شي انكومفسكي تابل يعني ما حد يقدر انه يودع عليك فيتجهون الى البيتكوين فلذلك يصير شنو؟ دماند اكثر طلب اكثر فانتو تشوف التسعيره تزيد وكذلك في النهاية اذا انا بحكم على سعر معين نفس موقعات القيمة على حسب المشاعر وبالنسبة لكل شخص انش كثر اقدر اقيم هذه الشي واعطي تسعيره المناسبة بالنسبة حق العملات الحكومية الموجودة حاليا